عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تختلف صور ومظاهر الاحتفالات بإحياء عادات وتقاليد أصيلة العائلات الأهراسية تحتفل على طريقتها بهذه المناسبة العظيمة وذلك بإعداد طبق عصيدة أزبقو الشرق نيوز زارت إحدى هذه العائلات التي وظبت على إعداد هذا الطبق التونسي الأصل ونقلت مراحل تحضيره ولكن بأيادية جزائرية هذا الطبق معروف في ولاية سوق هراس نحضره في مولد النبوي الشريف نحكمه أول حاجة الزجوغو أن نقوه أن نحوله الشوائب هذه الكاملة نهزوه نغسل الزجوغو هو الأول وبعد ثاني مرحلة راح تكون أننا نشيحوه نقلوه وثالث مرحلة أننا راح نرحوه وقلنا الطبق هذا ولا طبق توارثناه من عند أشقائنا التونسي ولت العائلات سوق أهراسية صفي تطلبوا تحبوا جيمة في المولد النبوي الشريف إن شاء الله عصيدة الزجوغو طبق أصبح مميز بالنسبة للعائلات الأهراسية ويزين موائدهم في هذه الاحتفالية العظيمة ولا يمكن الاستغناء عليها في هذه المناسبة بعد ما حضرنا وكملنا تحذير أصيدة الزجوغو ذركة زيناها بالمكسرات بنينة شهي الزجوغو هذه طبق ولا عنه مميز معلش نقدر استغنوا عليه نحن أوسيس وقهراسية صحة مولودكم وكل عام وانتم حيين بخير لتبقى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تختلف من منطقة إلى أخرى لكن يبقى المضمون واحد وهو الاحتفال بميلاد خير الأنام وسيدي خلق الرحمن صحة مولودكم